ليه بقى مرؤون عطية؟ يعني السؤال لو الاهلي هيضم مرؤون عطية أو تتم الصفقة رسمية انت بحسن معلوماتنا ومعلوماتك انه الاتفاق تم خلاص بين الاتحاد والنادي الاهلي لكن لسه ما فيش اعلان رسمية وفيش صفقة رسمية من يدرش نور رسمية عند الوقت صحيح بس ليه النادي الاهلي فكر في مرؤون عطية؟ بصة كريم اولا النادي الاهلي عنده مجموعة من اللعبين في خط الوسط فيه تلاتة منهم بيلعبوا بشكل مستمر واساسي مع مارسيد كولر هو عمر السلية حمد فتحي أليو ديانج والتلاتة ماشيون بشكل جيد جدا مع الراجل ولكن لما شرحنا كتير جدا طريقة مارسيد كولر مارسيد كولر عايز لعيب خط الوسط المتكامل يعني ايه؟ يعني لعيب بيقدر يعمل الشق الدفاعي وبيقدر يعمل الشق الهجومي بيطلع بالكرة تحت الضغط يقدر يسدد يقدر يعمل الـ زي ما شفنا هدف أليو ديانج فيه مرمى امبي وده اللي الراجل اتكلمنا معاه قبل كده في المؤتمر الصح فوانا اتكلمت معاه بشكل شخصي بعد مباراة امبي ومشاركا جمعني حديث معاه انه انت طلبته هتكلمنا معاك في الجزء قبل كده قال انا بشتغل مع ديانج ده على طول وده اللي بطلبه منه باستمرار انه يعمل الزياد فهو عايز لعيب وورك ريت بتاعه ممتاز وده اللي خلى مروان اعطيه اللاعب المتكامل الكلمة متكامل مش معلها انه افضل لعيب في كل شيء خالص لكنه لعيب يجمع ما بين الاتنين السق الدفاعي والسق الهجوم علشان كده هو سمايه مارسل كولر باننا محتاج لعيب في البوزيشن ده لعيب متكامل يقدر يعمل الدورين دور لعيب مركز ستة ودور لعيب مركز تمانية مروان عطيه اكتشولي على الارض هو لعيب مع كابتل حسام حسن لما تولى القيادة الفنية النادي الاتحاد في مركز ستة فترة طويلة جدا ارقام عظيمة جدا في مركز ستة يتنقل لمركز تمانية مع نهاية الموسم الماضي والموسم الحالي تتنقل ارقامه وتصبح اكثر تطورا مع مانوروبيتش دي الارقام بتاعة مروان عطيه يا كريم الموسم الحالي لعيب بلعب في وسط الملعب رغم انه الشراسة الهجومية النادي الاتحاد السنة دي قليلة 11 هدف فقط ورغم ان التركيز كله على المجموعة الامامية استنقاموتو ويما بلولو لكن الراجل بيصنع 8 فرص في المباريات اللي شارك بها في العشر مباريات اللي شارك بها مع الاتحاد السكنداري رغم انه لعيب خلي بالك رقم 8 فرص للعيب مركز تمانية في الدوري المصري رقم كبير صح اتنين صرع هدف وسجل هدف الموسم الحالي مع نهادي الاتحاد السكنداري بص بقى الارقام دي عشان فيها ارقام مهمة اوى كريم وهنروح لها لما نيجي نجيب الحالات رقم واحد التمريرات اجمال التمريرات بتاعة مروان دقية 85% ده الطويل والقصير وده مهم جدا في لعيب الوسطة الملعب لما يكون معدل التمريرات القصيرة بتاعته ده القية 91% ده معدل عظيم اتنين التمريرات الطولية بتاعته 55% اه هو مش رقم عظيم لكنه رقم جيد بالنسبة للدوري المصري طبعا الدمريرات الطولية عندنا دقية مش عظيمة وعند كل اللاعبين مليون في المية اتنين اجمال التزديات ولازم نقف عند الرقم ده كريمي في رقم تالي ينقف عنده اجمال التزديات 23 تزديدة الراجل ده بيسدد أفرج من تزديدين لتلات تزديدات في كل مباراة ده معناه في لعيبة بتاعه بمباراة واثنين 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 في مركز ثمانيا في الدوري مصري بيسددوش أصلا صح فده الأفرج بتاعه بنتكلم من تزديدين لتلاتة وهاريك في الحالات بيسدد من أوضاع مختلفة ومن زوايا مختلفة بيسدد مرة واثنين وثلاثة وبيحاول مرة واثنين وثلاثة نروح ليه باقي الأرقام لا وتكفيق دقم كمان مهم ما تنسوش انه فيه السبعة تزديدات من داخل منطقة الجزاء ده معناه انه بيعمل وده انا كملهو لك وتسيب الرقم لبعد كده بص بقى الرقم ده كريم لعيب مركز ثمانيا السنادي بيلعب معه سليف وموره فهو ثمانيا واضح مش لعيب ست السنادي ولعيب تمانية لما اجي اتكلم على معدل استخلاصات أفرج 13 استخلاص في المباراة أفرج في الدورة رقم عظيم جدا اللي مراوان أعطيها وده بالمناسبة عشان نكون أمناء أول ما النظر على اللعيب ده وطلبه في وقت من الأوقات كان جيسفالدو فريرا في نادي الزمالك أثنى على اللعب بشدة الموسم الماضي مش الموسم الحالي ثم تبعوا روي فيتوريا عجبوا جدا مراوان في بدايات الدورة الحالي مركز تمانية اللي بقدر يعمل الدورين رقم 13 استخلاص في المباراة 130 استخلاص للكرة من لعيب مركز تمانية في الدورة المصري واحد من أفضل الأرقام اللي موجودة في الدورة المصري لعيب يتوسط الملعب كأفرج كمان ده بيقولك سبات المستوى بتاع مراوان واصل لحد فين نروح بقى للحالات نروح لحالات عشان نوريك شاف بقى كل أرقام اللي حالي ده 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 واحدة واحدة في المباراة يعني ده ده واحدة واحدة في المباراة يعني أنه بيخسرش الكرة وبيطلعب الكرة بشكل جيد وهوريلك ده في الحالات واحدة واحدة كده هو بيضغط إزاي هو لعيب مركز تمانية وقبل ما نروح للحالاتة كريم شرحنا ميت مرة طريقة مارس الكولر عايز لعيب وسط الملعب بيضغط طول الوقت